في إطار التوجيهة الرئاسية نظمت محافظة الغربية مؤتمراً للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمركز الثقافي بطنطة بحضور محافظة الغربية ومحافظة كفر الشيخ والمنوفية وذلك لإعلان المشروعات الفائزة وأكد محافظة الغربية طرق رحمي أن تنظيم المؤتمر لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية استعداداً لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 مشيراً إلى أن الغربية حققت المركز الأول على مستوى المحافظات وذلك من خلال تقديم 1200 و77 مشروعاً تم اختياره 148 وأعقبها اختياره 6 مشروعات فائزة حفظة الغربية بحمد الله قدمت أكثر عدد من المشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية وده يمكن بسبب أن نحن مجرد ما وزارة التخطيط أطلقت المبادرة عملنا خطة أعلمية كبيرة جداً على المواقع الإلكترونية وعلى شاشات في الشوارع وروحنا للتجمعات اللي فيها الشباب زي الجامعة زي المدارس زي مراكز الشباب زي المجلس القومي للمرأة ودول كانوا متحمسين جداً وقدموا عدد كبير جداً من المشروعات زي ما قلت الحدارك وصل 1277 مشروع ابتدأتنا نختزل المشروعات وناخد المشروعات المتكاملة نزلوا الـ 148 ثم صفناهم لـ 36 مشروع وكان يمكن زي ما قلت في المؤتمر حيرة كبيرة جداً نحن إزاي نفاضل ما بين مشروعات عظيمة وكلها لها أفكار ابتكارية الحمد لله قدرنا أن نحن نوصل لـ 6 مشروعات يمثلوا المحافظة مشروع لكل محور من محاور المبادرة فكرة المشروع عندنا هي إعادة تدوير المخالفات الزراعية والمخالفات العضوية باستخدام تكنولوجيا البيوجاز عندنا بالنسبة لوحدات البيوجاز الفكرة عندنا نبع من مشكلة وهي تراكم المخالفات الزراعية في المحافظة محافظة الغربية طبعاً هي محافظة لها نتاج زراعي كبير بالإضافة لها برضو صاروا عدد من رؤوس الموايش الكبير فالناتج من رؤوس الموايش هي برضو مخالفات حيوانية كبيرة برضو زي المخالفات الزراعية احنا فكرنا فكرة المشروع أن وحدات البيوجاز دي هي إعادة تدوير المخالفات الزراعية والمخالفات الحيوانية المتراكمة في محافظة الغربية للأسف الشديد اللي بيتم تخلص منها إما بحركها أو بلقاها في الطرحة والمصارف احنا في البداية احنا مجموعة من الطالبة من كلية الهندسة جامعة المنوفية بدأنا في سنة 2018 كنا بنصنع عربيات فورملا وبنشارك بيها في مسابقة فورملا ستيودينت في انجلترا بداية من سنة 2019 اتجهت مصر مبادرة 2030 لتصنيع العربية الكهرباء في مصر بدأنا نحن نوكب المبادرة دي وبدأنا نصنع عربيات كهرباء بنشارك بيها في مسابقة ايفر ايجبت الحمد لله كل سنة بنحقق مراكز متقدمة المشروع بتاع اسمه سيارة المستشفات ويتشير بزاق قليمات ويتشينج هتساعد لتغير المناخ الاهداف او المشاكل اللي برش كده بيواجهوا ان طبعا كان في فترة كورونا في الايام اللي كان فيها فيروس وكده وكان فيه طبعا امراض معدية كتير فكان فيه طبعا انتقال الفيروس عن طريق التوتشينج عن دفريكشن وكان فيه انكريز في البرستيلش بتاعت الضيب بيبل وكان فيه نسب عالية جدا في النس اللي بتتوفى